سيدة الليوة ممضوح شعبان مساء الخير فانديم مساء الخير بحضرتك ومساء الخير بالمتقية ومساء الخير ببرنامج اللي بأسميه أنا هو عصب الخير في مصر كلها ربنا يخليك ربنا يخليك يا رب وده أنا عايز أقول لحضرتك أنه أنا كنت سعيدة جدا لما سمعت رد حضرتك على سيدة الرئيس لما قلت له أنه التبرعات اضعفت ليه بقى أنا هقول لحضرتك ليه من وجهة نظري وأسمعك من وجهة نظرك اضعفت ليه أنا طول الوقت يا سيدة الليوة ممضوح وإحنا وأنا بطالب من الناس التبرع لسندوق تحية مصر بقول إحنا خلاص ابتدينا نعرف وده من فترة طبعا إحنا بنحط فلوسنا فين سواء فلوس الصدقات سواء فلوس التبرع بشكل عام سواء فلوس الزكاة إحنا بقينا شايفين الفلوس دي ونتيجة التبرعات دي اللي حصل من وراه يعني شايفين اللي بيحصل أنا بتبرع وبشوف نتيجة التبرع بتاعي يعمل إزاي من وجهة نظر حضرتك ليه التبرعات زادت 300% من 2014 للنهار ده في ردك على سيدة الرئيس والله يحتاجتك صادقة كأني أنا على لساني وقلبي بحلف بوالله يا سيدة المصداقية 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 أنا كل حد مؤسسة بتتبرع بتيجي لجنة من المؤسسة إذا كانت بتعمل 30 بيه بتتبرع ملون جنيه 2 ملون جنيه بحثة الدولة العربية وأنا بقولها بنتهى الأمان الله ربنا يزيدوا يبارك إذا كانت الكوير إذا كانت الإمارات إذا كانت أي دولة بتيجي بتيجي لجنة من قلب تتحضر كل التبرعات إذا كانت الكوير مش 100% أو 200% لأ يعني ثلاث أضعاف اللي هي ثلاث مرات يعني 300% فعلا نعم إذا كانت الأرمان بتكلم عن نفسي تضاعبت فعلا بأعترف بهذا ومجلودنا يعني لما تسندوضة على مصر يعمل مع الأرمان برنامج 400 مليون جنيه لعلى 12 ألف منت طيب خليني خليني أسأل حضرتك بقى دور دور المجتمع المدني إيه تجاه سكان العشوائيات والمناطق الخطرة والريف المصري قولي بقى يا فندم 4150 فقط الأرمان عملت ترشي الشوائدية الشوائد أكثر من 50 ألف شائعة الأصمود شاهدة الغرداء في البارحة الأحمد شاهد أشروع معا شاهد أهلينا شاهد مش الأرمان وبس كانت تطح مصر جمعية مصر الخير جمعية شرعية كل المجتمعيات إيدينا في إيدينا وضفت التضامن الاتماعي سيد وزير التضامن الاتماع زي ما قلت مسبقا وتمرات عشان إيه لعدم ازدواجات الاستفادة وبنقي الأصر الأولى بالرعاية إذا كان ترشي في البيوت إذا كان تعريش في الأرياح ده ما شاءت تقولك إحنا مش حانسين 55 و 55 مليون يقولوا إحنا عايشين كده ما قلنا 50 سنة لأ إحنا بنعمل البيت كله بالضبط تقولك سيراميد قممات مطابق وإمكان سيادة الرئيس من 30 ين بالضبط في مدخلة زي دي قال لي نكل السؤال أنت بتدخلوا الناس على البيوت الحلوة دية بنفسها عبشها القديمة لازم عبش جديد ومن يومية بتعيي الفرش جديد لما نعمل مستشفى في لقصة تتكلف أكثر من مليار ونص على شمس الكبار وأبعدين الحمد لله وده بقول للجد كمتين أول برنامج الحمد لله تم استعمل مستشفى أطفال تماماً مية في المية من أحدث مستشفى العالم الأهالي تبع فعلاً حياة كريمة عشان ما يخدش عشرين ساعة في القطر رايع جاء عشان يجينا في معدة بخومي القرام أي بكل الإنسان المطري إحنا في عصر جديد إنت تعرف حضرتك أنا بشبط على طول يعني أنا شبطة أول ما تقول لي كده وفي علاج لبعض الناس وبتاعنا في الحاجات دي بالذات بشبط على طول أي حالات تجيلي سواء على الاسم أس أو على صفحة البرنامج أتواصل مع حضرتك ونحط إيدنا في إيد بعض كده لعلاج الناس دي أستاذ عزة أنا بقول لك على الملأ والبرنامج الجميل الكل ناس بتشوفه شكرا قال لي مريف فرصان يجي لحضرتك يبيع كبار نساء أطفال فورا مجانا 100% الله الله أغلى مريض في العالم مجانا 100% من أول ما بيوصل محطة خلقصة عربيات من عندنا بتنقلوا هاته المستشفى نعم عمو رافظ أي سيد رئيس الوزر مدينا عمرتين في الكامل نعم كأنها فندس إقامة واكل الشهر ابنائم مجانا كل فندس في المستشفى أنا مش عارف أقول إيه ولا إيه فندس بس فد ساتك حاجة بقى تفضل الشاب محمد جلات المعاخ اللي كان طيلا مع ساتك في المنام وكان أريد عملية أي الوقت بيتعامل بيته كامل أنا كلمت بيته كليته وشخصيا دلوقت بيته بيتعامل بالكامل سيراميكو وعمماتو والأسانية الله الله بالوقت حالا طب هايل هايل ربنا يبارك يا رب وده شيء عظيم وكمان لما احنا نقول إنه التبرعات للمجتمع المدني والسندوق داحية مصر بتزيد خد بال حضرتك من حاجة إنه حتة السقة في المكان اللي أنا بحط فيه فلوسي وبالتالي أنا عارفة إنه إنها مقبولة إن شاء الله وإنه بيحصل إيه الحاجة التانية ده بيؤكد إنه الشعب المصري ما زال شعب خير شعب المصري بيحب الخير يعني دايما نقولك يا أنا أتصدق عن ولادي أنا أتصدق عن صحتي أنا أنا يعني الخير موجود في الشعب المصري الحمد لله والله أنا بيتكلمني ما يقولي أنا من قرية كذا عاوزة تعمل كل البيوت أنا مثلا ربينا فتح علي وعندي شركة مأولاد أي كل شقة بحة اعمل قدامها بيت في الأجيار بيقولي كده والله طب هاي عاوزة تذكر أسماءك شركات عشان ما تقولش نيدلل لكن شركات كبيرة جدا لا تقولي أي حاجة أنا زال ما زالتك قلت الشعب المصري خير صحيح عقلنا مع بعض إيدينا تقدم بعض إن شاء الله وإن شاء الله هيبقى بكرة أحلى بكرة أحسن بأمر الله بأمر الله بشكرك فندم شكرا جزيلا بتمنى لك التوفيق ستلي ومنضوح شعبان بشكرك شكرا